موسيقى السلام عليكم مشاهدي أنفاس نتواجد حاليا بمدينة خميز مامرة وبالضبط في مركز المدينة في هذه الحديقة التاريخية حديقة الحسن الثاني وهي حديقة عرفت أحداث كثيرة بحيث انطلقت منها المسيرة الخضراء استقبل فيها عدد من الاتحاديين القيادات الاتحادية كعدد من القيادات الاتحادية حاليا تعيش هذه الحديقة إهمال كبير وأصبحت مرتعا للمشردين وللدواب وأصبحت نقطة سوداء وسط زمامرة موسيقى 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 حديقة الحسن الثاني وهي ساحة حديقة قديمة في الزمامرة عند تاريخ من هذه الحديقة انطلقت قوافل المتطوعين والمتطوعات من ساكنة الزمامرة ونواحيها سنة 1975 تلبية لنداء المغفور الحسن الثاني رحمه الله لتحرير أقالي من الصحراوية من هنا انطلقت المسيرة الخضراء وهذا المكان كان مكان جميل جدا وكان يتم الاعتناء به وكنا كفاعلين نستقبله شخصيات وطنية معروفة هنا استقبلنا المرحوم عبد الرحمن يوسوي وهنا استقبلنا أستاذ السفياني الأستاذ محمد الساسي الأستاذ أحمد بن جلون رحمه الله يعني كان هذا المكان يعج بالحياة وكان مكان نظيف جدا وراقي نحن كفاعلين سياسيين وجمعويين وأبناء هذه المدينة نحن نطالب رئيس المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته التاريخية هذه الحضيقة تحمل اسم عزيز على المغاربة واسم كبير المغفور الله الحسن الثاني باني المسيرة الخضراء باني المغرب الحديث ومبدع المسيرة الخضراء هذه الحضيقة هي متنفس للشباب والنساء ورجال لما هذه المدينة وهذه الحضيقة لا تستحق أن تكون بهذه الحالة الكارتية وهذه الحضيقة تقع في مركز المدينة وأمام مقر جماعة الزمامرة وأمام مقر باشوية الزمامرة وعلى الطريق الوطني رقم واحد كما لا تفوتني المناسبة أن أطالب المجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته عوض تبدير المال العام على التافيهات من الأمور وعوض سلك سياسة الأذان السمع عليه أن ينصت إلى نبض المجتمع وعليه أن يهتم بالفضاء الخضراء هناك ساحة الإنبعات أمامنا أيضا هي بدون إنارة عمومية وهي متنزلة للأطفال العشب العشب تم يعني انتهى العشب يعني الحضائق العمومية تتعرض للتدمير نتيجة سياسة الإهمال لا توجد حراسة لا توجد هناك ميزانيات الميزاني الوحيدة التي يهتم بها رئيس المجلس الجماعي هي هذه المنحة الدسمة الكبيرة الضخمة من حتى ما يقارب ستمية مليون لفريق النهضة وإهمال الشيء الباقي أنا شخصيا هذه الحاضقة أسبق لي منذ سنوات ويؤخر يعني أخر ما قال أكتبتها لي ما كنت أسبوع حول تعكس الوضعية هذه الحاضقة حاضقة الحسن تاني وما يؤثر سغرابنا حاضقة الحسن تاني يعني حاضقة الحسن تاني خاصة المواصفات التي تكون على مستوى البنية على مستوى الفضاء الطبيعي تكون في مستوى يريق بمكانة الراحل الحسن تاني المسألة التانية غياب اتيمان بهذه الحاضقة غياب وتقول غريب أمر أنها على بعد أمطار قليلة من مقر جماعة الزمامر يعني وضعية مزرية وضعية كاريتية نقول لك تمشاهد صور واقعية مش كذب لها لكم صور بدون مشيد بدون مصاحق يعني صور واقعي تعكس أنه هذه الحاضقة أصبحت عبارة عن مرحاة مفتوح عمومي مفتوح وأيضاً تحول إلى مزرية المفتوح أيضاً الفضاء هذا هذه حديقة الحسن التاني هذه الحديقة اللي عد رمزية تاريخية بعدها هذه الحديقة اللي كانت فترة فترات بحلي قلتي صالون كانت صالون سياسي تقافي بعد دوح إشعاع كبير فيكفي أن نقول أنك تحمل اسم دي المغفور له الجلالة المالك الحسن التاني أحد أعظم مولوك الدولة العلوية الشريفة والمكان اللي انطالقت من النوق المسيرة الخضرة والمكان اللي عقد فيه لقاءات مع رجال السياسة كبار أمثال المرحوم عبد الرحمن اليوسفي أمثال بن جلون أمثال السياسي وفعاليات سياسية كثيرة كثيرة جداً كانت تجي لهذه الحديقة اليوم هذه الحديقة كتشوفوه رانتو ما في قلب هذه الحديقة والتي تعبار عن المرحوم المتسكعين إلى غير ذلك نتأسف صراحة كل ما أمور بجانب هذه الحديقة وإلا صراحة كتشدني الحصراء وكنتأسف وهي كتشوف يعني رئيس المجلس الجامعي إلى إفتح الاشتراجم ديال الجامعة كيشوف مباشرة يعني أنا كنتأسف بأن هذه الحديقة بهذه الشكل هذي على طريق الرئيسي رقم واحد وليت بهذه الشكل بعدما كانت فضاء ثقافي كانت فضاء الترفي فضاء يعني أولاد زمامر كاملين منهم صيد الرئيس راح حفظ نفاح نايا يعني كانت فضاء جميل جدا أنا كنت سائل صيد الرئيس وصراحة أنا أعرف لأن صيد الرئيس عنده سياسة سياسة خطير جدا عندما يريد يعني حتى أنه وكي يحصل على الإجماع أنه يقول أنه ما صارح يهمل هو مرفق حديقة الحسن الثاني أنا كبرت من منذ الطفول ديالي كنت نجي ل هذه المعلامة التي صورته وكنا كان يلي شربنا قاوي ويلي رايح هنا من كانوا الوليات السابقة قبل ما يكون هذا رئيس حاليا دابا وهذا الحديقة الحسن الثاني غير هذا يحترم هذا اسم وهذا الرئيس المجلس بلدي لا يحترم هذا اسم ولا يحترم الأسرة العلاوية نقول بكاملة مكملة لو كان غير محمد السادس ينصر وقال لهم ودير أنا غير زيارة المياق أنا أكيد كانت ستكون أحسن حديقة درنا عوارد اجنا مواقع اهضرنا على الصحافة اهضرنا على المواقع ديور جديدة جاد دوزم هنا ولا شيء حاجة اللي بنتنا تغيرت لا حياتنا من تنادي أدول لك اشتركوا في القناة